اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مشيدا باخلاصهم وتفانيهم وروح المسئولية التي بذلوها من اجل الاسهام في تطوير العمل بوزارة الخارجية مؤكدا حرص الوزارة على تنفيذ هذه الافكار اشتركوا في القناة حفظه الله لما تلقاه وزارة الخارجية ومنسبوها من رعاية كريمة واهتمام كبير وما تحظى به من دعم متواصل لتحقيق اهداف السياسة الخارجية لهذا الوطن الغالي ورفعة شأنه بين الامم والشعوب كما يطيب لي ان اعرب عن بالق سعادتي واعتزازي بان نحتفل اليوم في الرابع عشر من يناير باليوم الدبلوماسي وهو اليوم الذي اعلن جلالة الملك المفدى ايده الله عن تخصيصه ليكون يوما خاصا للسلك الدبلوماسي وهو مناسبة طيبة للتعبير عن عظيم الولاء والوفاء والامتنان لجلالة الملك المفدى قائد الدبلوماسي البحرينية على هذه العناية والرعاية المقدرة التي تعكس ايمان جلالة الملك رعاه الله باهمية دور الدبلوماسي البحرينية في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين مملكة البحرين وكافة دول العالم والدفاع عن المصالح العليا للمملكة ومواطنيها الكرام وتعزيز مكانتها الاقليمية والدولية كان السلام دوما رمزا يقود سياسة مملكة البحرين الخارجية ودربا ينير مسيرتنا الدبلوماسية ودبلوماسية السلام التي يقودها جلالة الملك المفدى تعتبر السلام مرتكزا أساسيا في علاقاتنا الدولية وتؤمن بأهمية التعاون والحوار بين مختلف الأمم والحضارات والأديان وهي تعبير عن مبادئ سياستنا الخارجية المبنية على حسن الجوار وتعزيز السلام العالمي وانعكاس الصادق لطبيعة مجتمعنا البحريني الأصيل الذي طالما شكل الانفتاح والتعايش والاحترام المتبادل سمته الفارقة ومن هذا المنطلق يأتي دورنا كدبلوماسيين أن نستشعر قيمة السلام في مهامنا الدبلوماسية فالدبلوماسي أينما كان هو صانع للسلام والسلام بمثابة النهج والبوصلة التي تقودنا نحو مستقبل زاهر لدبلوماسية المملكة ومكانتها في العالم